أخبار النادي الأهلي وأطمينكم على أول تمرينة قوية يعني برحصة إحكا تعودة للميران مرة تانية بعد راحة سلبية استمرت 8 يام لكن تقدر تقولي النهاردة زي ما أنتوا شايفين كده في الشعر وعلى الشاشة النهاردة كانت تمرينة قوية جدا الحقيقة تمرينة تمرينة خفيفة لكن النهاردة الحقيقة كان تمرين تقسم لتلات أجزاء محاضرة فنية من مستر بيتس وموسيماني نتكلم فيها مع اللعيبة على المرحلة اللي جاية ككل عندنا هيبقى ضغط مطشط كبير جدا سواء بداية أو انطلاقاتا انطلاقا من مباراة الحد إن شاء الله مباراة في منتهى الأهمية في مباراة الأهلي والهلال في دوري الأبطال وبعد كده بقى تخش وترجع تاني لمسابة الدولي تبتدي الموسم بشكل فعلي هيبقى عندك تريبا كل 3-4 تيام مطش فبالتالي مرحلة مهمة جدا جدا أطمنكم على عدد من لعبتنا زي ما انتوا شفتوا يمكن محمد هاني بيشارك بقوة في التمرين محمد محمود موجود كريم فؤاد موجود وليد سليمان موجود محمود متولي موجود كل الأسماء اللي كانت عليها علامات استفهام في الفترة الأخيرة سواء بسبب ابتعاد أو افتقاد اللياقة أو الإصابة كلهم موجودين صلاح محسن بيقرب جدا جدا ودكتور أحمد أبو عبلا كوكا هو موجود قدام حضراتكم على الشاشة صلاح محسن كمان دخل المرحلة الأخيرة من التأهيل برنامج التأهيل اللي تحطله عشان يكون قريب من العودة بشكل كبير جدا طب منكم على محمد عبد المنعم كابتن سيد عبد الحفيز كان بيتكلم على إصابة عبد المنعم هو بداية طبعا هيلبس ماسك وهيخضع لكشف طبي النهاردة عشان يتم التأكد من مدة غيابه وعودته مرة تانية الأهلي كان إضافة كبيرة جدا الأهلي بيعاني دفاعيا على الرغم من وفرة الأسماء بشوف أن متولي عودته هتكون واحد من الحلول المهمة جدا الفترة اللي جاية اتمنى يخش فورما ويبقى جاهز يبقى فت كده في المطشاط اللي جاية لأنه أنا بشوف متولي من اللعبة طبعا خصده قليل ما فيش شك لكن من ناحية الإمكانيات متولي لعبة طبعا جدا وممكن يبقى إضافة قوية جدا لخط دفاع وخط نص النادي الأهلي حسيب الكورة